هذا الشخص حرفيا انشقت الارض وقامت ببلعه في مشهد صادم للعالم حيث في حوالي الساعة الحادية عشرة مساء يوم 28 فبراير في سنة 2013 في احد الضواحي الشرقية لمدينة تامبلا في ولاية فلوريدا الامريكية كان جيف بوش البالغ من العمر 37 عاما نائما في غرفته حيث انشقت الارض وبلعته ولكن عندما سمع اخيه الاصغر جيرمي باصوات غريبة داخل غرفته هرع فورا للغرفة ليطمئن على اخيه فتفاجأ بحفرة ضخمة تحت غرفة اخيه الذي كان نائما فيها حيث ادرك لحظتها ان اخيه سقط في الحفرة وليس فقط اخيه بل كل شيء في الغرفة كان قد سقط معه للداخل ثم قفز جيرمي محاولا لانقاذ اخيه لكنه فشل بذلك لان الحفرة كانت تنهار بشكل اعمق واكثر رعبا حتى كاد ان يموت هو ايضا لولا وصول فريق الانقاذ بالوقت المناسب وقام بسحبه للخارج باللحظة الاخيرة بينما فشلت فرق الانقاذ من العثور على اخيه واختفى بشكل صادم للابد ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا فعل هذا الشخص ليموت بهذا الشكل وفي النهاية اتمنى منكم مشاركتنا بارائكم في التعليقات